معلومة علماشي ما تفوت هاشي دروس قصيرة جدا جدا ولكن محتواها قيم جدا 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 قد تكون تعبيرات علماشي كيفاي ديبالو استا السارع ديبالو من اكتر حاجة اللي كبت لخبطني الجملة دي كيفاي ديبالو كيفاي ديبالو كيفاي اوكي ممكن ارد لكن كيفاي ديبالو بتلخبطني المهم معنى كيفاي ديبالو لما يتسئل عن حاجة وتقال ديبالو المقصود ان احنا بنسأل عن حاجة انترسانتة عن حاجة حنعملها تكون شيقة ونكوزة بارتكولارة يعني حاجة خاصة مش حاجة روتين عادي مش حاجة كل اشرب اروح الشغل انام اقوم اكلم الواد لا حاجة شوية فيها جزء شيق يعني مثلا جواردو لاتيفو مثلا فادو الريستورانت فادو التينيما راحة السينيما راحة المطعم راحة حاجة حاجة تكون كده لذيذة ودمها خفيف هعملها وتكون فعلا شوية مختلفة عن روتين العادي كيفاي ديبالو يعني بتدينا برضو انطباعا اللي قدامنا ده بيتودد لنا شوي يعني بيتكلمنا بطريقة ميكيفولي يعني بطريقة ودية فبيسألهم هتعمل النهاردة ايه الحاجة الحلوة اللي هتعملها النهاردة طب يا ترى ايه الاشكال اللي اقدر استخدم بيها ديبالو ممكن اقول كوزا ستاي فتشندو ديبالو كوزا ستاي فتشندو ديبالو يعني ايه الحاجة اللي انت بتعملها دلوقتي حلوة يعني او ممكن نقول كوزا فاي ديبالو نفس الشيء ممكن كمان تتقال كوزا ميديتشي ديبالو يعني هتقول لي ايه الحاجة كده اللذيذة الشيقة اللي هتقولهالي كوزا ميديتش دي بيلو كوزا يفاتو دي بيلو دي بيلو وغارداتو لاتيفو دي بيلو وغارداتو نووو فيلم دي بيلو سورنداتا الريستورانت كده انت عملت حلو انا عملت حاجة كذا وحاجة مميزة ولزيزة وانترسانة زي ما احنا قلناه السؤال هنا اه الفرق ما بين كوزا ايفاتو وكوزا يفاتو دي بيلو كوزا يفاتو دي بيلو زي ما قلنا بتدينا عارفين كننا بنتمحلس كده ومقربي من الناس اللي قدمنا وبنتكلم معهم بود داوي هو ده كوزا يفاتو دي بيلو عكس كوزا يفاتو انت عملت ايه تحسوا رسم شوي كوزا يفاتو دي بيلو هنحكي بقى ونهزر وكده خلاص سؤالي ليك دلوقتي كوزا ايفاتو دي بلو كوزا ايفاتو دي بلو كوزا ايفاتو دي بلو كوزا فين ستيمانا ايه اللي عملته جميل في نهاية الاسبوع او في يوم الاجازة هستنى اجاباتكم في التعليقات بكده معلومة النهاردة تكون خلصت اتمنى انها تكون مفيدة بالنسبة لكم شكرا لكم وتنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل القرص alla prossima